إلى ذلك يوصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطع غزة وبلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 650 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية من بينها 534 طائرة حملت أكتر من 16 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية هذا بجانب 216 طائرة حملت فودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرح الفلسطينيين في مستشفيات شمال سينة ترجمة نانسي قنقر